في الشماء لا نتوضع ولا نغسل حال الحاجة عائشة كحال بقية سكان بيوت بلدة عطار قضاء رمالة تشكن قطاع المياه بالتزامن مع صيف شديد الحرارة أما ابن شقيقها مريد فلمعاناته وجه آخر في ظل غياب عدالة التوزيع في هذه المناطق حتى سقي مزرعاته بات رفاهية من الصعب تحقيقها مريد شو مشكلتكم مع المياه؟ احنا من حوالي شهرين في عطارة طبعا عطارة عدد سكانها 2600 نسمة من حوالي شهرين بطلت المياه تيجينا كالمعتاد خلاص متعود الناس انه تيجي المياه كل أسبوع مبرمجة حالها على هذا النمط كدش احتياجها لجعنا انه نشتري مع مين ما تعرف عليهم الناس اللي عندهم تنكات قصلا قردي ببيعه أو بيش تغلو بهذا الشو هلا احنا الكوب في الوضع الطبيعي منشتريه بعشرة هلا الكوب عمال ببيعه فيه اكتر من 30 لما بدك تخذي لحاجة البيت 9 كوب مشان يكفينك فترة منيحة بدهم يطلبوا 400 شاكل والمتعرف عليك بل ما تكتع المياه كان 200 شاكل يعني الضعف سيطرة اسرائيل على موارد المياه واعتماد السلطة الفلسطينية على شراء ما يقارب 80 مليون متر مكعب من شركة مكاروت الاسرائيلية بتكلفة سنوية تصل إلى 80 مليون دولار وزيادة عدد السكان واشتداد موجات الحر أسباب تؤدي لانقطاع المياه في مناطق معينة في الضفة الغربية حسب سلطة المياه الفلسطينية التي تقول إن المستوطنة يستهلك أكثر من أربعة إلى سبعة أضعاف استهلاك الفلسطيني في الضفة الغربية فإذا منلاحظ أن المستوطنة الإسرائيلية تعتمد بالتزويد على تزويد مستمر بمعنى 24 ساعة 7 يام في الأسبوع 350 يوم في السنة متكامل ليس لديهم أي خزنات لما شبكة ميكاروت تزود الفلسطيني وتزود المستوطن تعطي الأولوي للمستوطن بالدرجة الأولى وما تبقى للفلسطيني وهذا الحكي مهم جدا توجد في الضفة الغربية ثلاثة أحواض للمياه الجوفية وعدد محدود من الأبر لكنها غير كافية لسد استهلاك الفلسطينيين وأمام استمرار مشهد انقطاع المياه لا حل في الأفق سوى ما يفعله هؤلاء المواطنون الذين يأتون لهذا المكان لتعبئة ما فرغ من قوارير تكفيهم الشرب على الأقل لا يمكن حصر الحاجة للمياه في فصل الصيف فقط لكن حرارته العالية تزيد منها حاجة مرهونة بانقطاع المياه من عدمها أما في الحالة الفلسطينية فتعقيدات السياسة طالت ملف المياه الذي يعد من ملفات الحل النهائي كما تعرف أما هنا فقد لجأ البعض إلى عيون الماء الطبيعية لسد بعض احتياجاتهم ثروة شقراء الحر رمال